الحقيقة مباراة المقولين كمان لأنه الإشادة واجبة بالمقولين وكابت العماد النحاس على الفرقة اللي عملها الحقيقة فرقة محترم جداً يرقى لأنه يكون فعلاً وصيف بطل الدوري حتى الآن أو وصيف المسابقة لكن هذه المباراة على عصبيتها وعلى الشدة اللي كانت فيها حدث فيها موقف برهن على حقيقة معدن لعيبت الأهل فجأة حصل خلاف ملعب سريع بين كهرباء وإحمد فاتح الكبار بتوع الفريق عملوا إزاي انتوا شوفوا روح الأهلي اللي المؤنس عادل أشار عليها أنه أهم معه داخل الفريق الحالة الانضباطية وروح الفرقة روح الناس على بعضيها وحدة اللعيبة مع بعضيها حاجش من نفسنا عبتاني إحساس اللعيبة بمسؤولياتهم مفيش نفسنا دي اللقطة اللي شاهدت هذه المباراة أهو الشناوي ووليد سليمان يتكلموا مع الكهرباء يتجه كهرباء فوراً للكابتن أحمد فاتحي ويبوص على رأسه بصوا وحدة الأهلي المكاسب ما بتجيش من فراغ وقوة الفريق مش من فراغ والإيد الوحدة مش مجرد كلام ييجي أحمد فاتحي تاني يوم تبصوا بقى الاستباحات الجميلة اللي بين اللعيبة على الانستجرام يروح كهرباء مصب عليه صباح الفل يا قلب الأسد وحاطت صورة ده كهرباء دي صورة اللي بيحاولوا يصطادوا في مياه يعتقدون أنها هي عكرة الناس اللي فاهمة أنها بأي حواديد بتقدر تألفها بيعكروا مياه الفرقة لا الرد بيكون فوري سواء في الملعب أو عبر وسائل التواصل الواقعة الصغيرة جدا اللي نزل الصورة فاتحي بالمناسبة يعني فاتحي نزل الصورة أم كهرباء رادد عليه الواقعة وضع أنها بسيطة جدا كلمة غروضة يعني مش موقف يعني لكن المغزى هو اللي ما خلينا متوقفين إن الزغيرة ما تستناش تجبر فورا وده اللي قاله بقى الأرجع تالي كلام من الكابتن عبدالزار السقه السقه قالك الفرقة دي متماسكة بالكبار بتوحى قالك أن الناس الكبيرة عارفة عارفة دورها وعارفة تخلي نوع من الاسخرار والهدوء على الدكة وعارفة نوع من الشياكة الشياكة في العلاقات الأصول يعني تدعيم الأصول دي مسؤولة الكبار حقيقة يعني والفرقة والعائلة التي لديها الأصول ولا دا التقليد ولا دا العراقة تتصرف صحة تتصرف من كبارها إن صغيرة ما تعديش الله عليك تتصرف من كبارها إن الصغيرة ما تعديش لأن كبارها قالوا الأهل هو الباقي والباقي زائل